انا بشوفه صعب وحزين على القرمة السورية كابتن النتائج النهاردة كلها وحشة من خلال اكبر ناديين في مصر وفي افريقيا زائد كمان المنتخب اللي مفروض في وقت من الوقات هو ليبقى الحجر الاساسي لصعود بعض اللاعبين ليه للمنتخب الاول ونشوف بقى جيل قادم لكاس العالم 26 ده مفروض يعني واللي هما هيبقوا الاساس بيضافة طبعا للمنتخب الولمبي في الوقت الحل لسه طبعا هيبقى موجود في التصفيات شهر مارس القادم رأيك في اليوم النهاردة كابتن وبعد كده هناخد ماتش ماتش وهنبتدي طبعا بعد كده ماتش الاهلي بس اخد رأيك في ما يحدث في القرمة مصرية بالاخص النهاردة دي في ضيحة بكل الارقام واللغات في ضيحة على فريق نادي الزمالك ده متوقع ليه؟ لان احنا قلنا قبل كده ان مدير فني يسأل عن كل الكوارس اللي بتحصل في مدير زمالك انت واخد دوري واخد كاس السنة اللي فاتت مفروض كنت جبت صفقات تشيلك السنة دي انت السنة اللي فاتت ما كانش فيه اهلي ما كانش فيه بيرامنز ما كانش فيه فيوتشار ما كانش فيه سموعة فانت كانت المكنة مطلعة ماشي وكنت كسبت كده مفروض ان انت عشان تحافظ على البطولات كنت لازم تجيب صفقات تشيلك انت جبت صفقات هي السبب في سوق مستوى واداء لعبة نادي الزمالك وهو على فكرة من السنة اللي فاتت وانا كنت بقول لك الكلام ده هو مضيع هوية نادي الزمالك وشحصية نادي الزمالك ما بلعبش كوره هو اخطف وجري جيب جون وعواد يبقى نجمل وراش الوينش نجمل مبارك كده واخد بقى انما مش هدوم فهو ما امنش نفسه فطر الاعداد زفت هو مغرور قوي هو عايش في دوره انه هو جاي من كوكب تاني في المدربين وهو اصلا فاقد الزمن والمساحة والوقت والتاريخ والرؤية والتشكيل والتغيير يعني اقول بقى من هنا زماني وانا قلت لما مشي قلت انا نفسي يرجع تاني عشان يضيع افريقيا اهو رجع والحمد لله ضيع افريقيا يعني بيأكد على كلامي وهي حاجة تحزن بس انا بقول لك عشان بس جمالي الزمالك ما تقعدش تقول لك البروف والبروفيسير وي 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 ده بالنسبة النادي الزمالك خش بقى على النادي الاهلي والنادي الاهلي الشوت الاولاني باللغة الكوره تنفت كوره تنفت كوره الريال مدريد ما عملتش اللي صندونز عملته الشوت الاولاني في النادي الاهلي بس يحسب بقى للنادي الاهلي هنا حاجة الشوت التاني جمهور النادي الاهلي اللي قعد في المدرج ده هو اللي حس اللعيبة ده رقم واحد في التعادل رقم اتنين ييجي بعدهم على طول الشناوي الشناوي الكوره اللي صدها والنتيجة واحد صفر وتترد من واحد صفر هتبقى اتنين صفر تترد واحد واحد دي قلبة الموازية واخد بلد تالت هام بقى اللي ضيع الشوت التاني كولر كولر السبب فعدم فوز النادي الاهلي بالذات الشوت التاني بعد مركبت الجيم بعد هدف التعادل وبعد كده جبت الهدف التاني انت بتغير ليه بتغير ليه يعني فيه ناس هتقول لي اه لا لازم يغير طب ماشي انا كسبت يبقى انا مع فرقة زي دي ملهاش ملكة وفرقة قوية جدا لازم اقامل نص ملعب انت بتنزل طهر محمد طهر وبتنزل قهربة انت عايز تكسب فرقة زي دي عايز تكسبها بالشكل ده من البداية من اول الشوت الاولاني انما انت شايف فرقتك عملت مجهود بدني غير عادي الشوت الاولاني والشوت التاني ورجبة الجيم انت السبب في الاخفاق اللي حصل ده في التغيرات لان التغيرات عمل احمد عابقادر ماشي كويس حسيني الشحات ماشي كويس ممكن لو هغير غير بيرستاو كهربا ينزل مفيش شريف ينزل ما عندناش مشكلة نزل حد في نص الملعب تاني بحيس ان انت كسباني اتنين واحد احافظ على المكسب ايه اللي عن طرر اللي انت فيها دي واخد بالك فانا بقى احمل نتيجة المباراة وعدم مكسب النادي القليل الشوت الاولاني كله كان بتاع فرقة محترمة دي بقى اللي تقول عليها ببرازيل افريقيا بجد بينقلوا الكرة في السيكس يار ده ويطلعوا بيها جون الاثنين مساكين الباكليفت الباكرايد بيلعبوا في التمنتاشا وبيطلعوا بيها برغم الضغط اللي كان عالمي من لعبة النادي القليل ولكن المهارة هنا فرق كتير اوي 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 اشتركوا في القناة